حادث لي مزيد من تفاصيل ربط الاتصال بمراسل تلفزيون النهار من ولاية البيض نوردين رحمني أهلا بك نوردين نعم مرحبا جميل إذن لو توفينا بمزيد من تفاصيل حول هذه الحادثة بالفعل هو حادث بكل مقاييس أول من وقف عليه الأب حيث أنه يعمل بالله المحب ما عاد أباك صباحا يوم حوالي ساعة سجل صباحا عثر على زوجته وأطوالي ثلاثة سلسة هامدة بعد ان اختلقوا بغاز أكسيد الكربون المتسرب من غاز الحمام بالشقة الضحايا الأربعة هم من نفس العائلة الأم وأبناءها الثلاثة والحادث يعد ثالث من نوعها بولاية البيض منذ شهر تيسمبر الماضي حيث يبلغ لحد ساعة الضحايا تسببات الغازية بولاية البيض سبع ضحايا الخالة الحزبة دائما من مصالح الحماية المدنية مرتبط بكيفية تركيب وإيصال أجهزة السخان بالحمام أو بالمطبخ هي مشكلة مطوحة بالإشارة فقط زميلي أنه نفس الحادث مرتبط بهلاك رعيتين كوبيتين منذ حوالي ست أشهر ودائما نفس الأسباب هي تسرب الغاز من سخان الحمام بالشقاقة التي هي أيضا تطرح مشكلة في طريقة تهويتها وإنجازها على مستوى ولاية البيض نعم نور الدين الرحمني مرسل تلفزيون النهار من ولاية البيض شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل